رسالة إلى الشعب المداول أنا الوزير السابق إنما كنت في المعارضة صوتي كان كالريح خارق يحرق النائمون ويعارض الكذابون بعدما أصبحت وزيرا أصابني الشلل والآن أنا جالس في الكواليس في مجلس النواب والمستثمرون أفوا في مجلس النواب والمستثمرون في مجلس النواب والمستشارون منهم ينام ومنهم يتضاربون ليس لديهم أي جديد ولا حدود سوى النوم أو يستهزئون بعضهم عليهم الثعب من كثرة المال وقلة العمل والآن والآن ها أنا أتساءل هل إلي المزيد أو المفر مهما كانت متطلباتي أو اقتراحتي لن يستجيب إلي القدر كل أحلامي زهقت كالبخار وانصرفت وجفت تحت أرصال الأشجار أيها الشعب المداوح منذ ترشحت لن يهب عليكم الريح ولا نقطة من المطر كلما خطوت خطوة في الظلام لن يضيء عليكم دوء القبر وجدت نفسي منعزلا بعيدا عن ضل الأشجار كالدئب المرعوب من العصاء الغليدة الشوك يهش بها علي راعي البقر ولن أجيد فرصة للهروب أو المفر ولن أجيد الشجاعة لكي أستقل برأس مرفوع أعلى من الجبل وبعد سكت وصمت واستسلمت وركعت لأجرتي أفكر هي حبيبتي أتقادها كل شهر وأصبحت أنام وأستيقظ كل يوم لست نادما وأفكر في نفسي وأردد وأقول منذ ثلاثة سنوات وأربعة أشهر منذ ثلاثة سنوات وأربعة أشهر وعد الأيام بهذه الأصابع المكسوة بالخواتم من الذهب نسيت ونسيت الماضي والمبادئ عليها كنت ترعرعت نسيت ثم نسيت العهود كما عهدته المعشوب شعبي المعشوب سابقا بالمزيد من الخبز والمطر والآن ليس لدي اختيار إلا البقاء على الكرسي أو الهرب أيها المداوخ أيها الأعشاب الجافة من جفت أغسانه وطال لسانه سنزرعه في البسات للمساجين وسنسقيه بعصاء الغليدة الشوك والبول على وجهه حتى يغتصب اسمعوا اسمعوا جيدا اليوم مرث ثلاثة سنوات وأربعة أشهر وأنا أحكم أنا لن أستقل لن أستقل أبدا أنا مستعد لا للموت بل للتقاعد قريبا لاحق على ضمير المتقاعد قبلي سابقا أيها الشعب المنسي أيها الشعب المنسي أنا لكم وأطلب منكم المغفرة والمعذرة سأطلب منكم طلب وحيد سأطلب منكم طلب وحيد غدا غدا أنا ذاهب إلى الخارج لكي أرتاح من النهب والكذب أرجوكم ثم أرجوكم أن تلبي إلي هذا الطلب بعدما ماتي أريد الرجوع إلى بلادي وستضعون على قبري حجرة تقيلة لا داعي من الحرب ربما ستسمعون صراخي فادعوا إلي العفو والمغفرة لأنني على الأقل قلت لكم شيء من السر وشيء من الحقيقة وكتبوا على جدراني الحجرة أنا الوزير الصادق أنا الوزير الصارق أنا البرلمني اللاحق قد كشفت لكم سري وشرحت لكم صدري ورجيت الله أن يغفر لكم وإلي ولكن لن أبوح لكم كل الحقيقة ما في سري لو علمتم ثم لو علمتم ستهجرون كلكم إلى الخارج ولن يبقى أحد منكم في البلاد وليس للحاكم أحد ليحكم يحكم موسيقى 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 موسيقى